يعني اللي انت بتقوله ده يعني انا ما ينفعش ان انا اقول ان انا النهاردة اهلاوي او النهاردة زمكة وما بكرة القرق اللي هيقراضي لو انا كاتب على حق في الزمالك طب انا النهاردة كاتب موضوع على الاهل في الادارة وبيع الشركات اول تلفون جاني من مين من مين من اعضاء مجلس ادارة الاهل اه قالوا ان انت كاتبه صح واللي قاله معلش الدكتور باجنيد غلط وان احنا فعلا وقول على الثاني يعني انا مش عاوز اقول اللي استاذ العامري فاروق قال اقول على الثاني انه ده مش هيحصل وانه احنا لازم لما هتتحول للشركة او تبقى فيش افكا ان الحاجات اللي بتحصل دي ضد قانون شركة كرة القدم انه لازم النادي يبقى هو الماسك يملك اكتر من 51% فيها بالزبط وانه لو فيه اسم اعضاء الجمعية العمومية لايس من خارج اعضاء الجمعية العمومية وقال يعني الراجل الداني ان انا اقول الكلام ده انا بس كنت عاوز اكتبه فانا انت خلتنا قلته يعني انا بقولك او هو الاستاذ البجنيدي مفروض ماسك ايه هو مستشار مالي في النادي طب هو بيطلع بيكلم على الشركة دي بنانا على ايه انا مش من حقا ان انا علق الحاجات دي يعني لا بس النادي الاهلي بما لديه من ادارة محترفة عندما يخرج احد المنتمين الى النادي الاهلي ويتكلم بصورة خطيئة عن انشاء شركة فده هيحسب على النادي الاهلي ان احنا دايما عندنا خلط انت لما تكتب كل اشتركوا في القناة